أشهد صاحب أسم الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلاني أبو الأول لرئيس مجلس الوزراء بوسام الاتحاد الدولي للفروسية للقادة الذي تلقاه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسة الخليفة عاهل البلاد المفدحة في ظه الله ورعاه والذي يعتبر تقديرا وعرفانا لدور جلالته واهتمامه بدعم وتطوير رياضة الفروسية التي تشكل عنصرا من عناصر التراث والتقاليد البحرينية العربية العريقة ورحب سموه خلال لقاء بقصة الإيضابية اليوم بالسيد مار ديفوس رئيس الاتحاد الدولي للفروسية والوفد المرافق بمناسبة زيارته للمملكة منوها سموه بجهود الاتحاد الدولي في مواصلات النهوض برياضة الفروسية على المستوى العالمي ودعم برامج وانشطة الاتحاد لتنظيم مختلف البطولات والفعاليات الناجحة وأشار سموه للتطلع للمزيد من التعاون والشراكة بين الاتحاد الدولي والاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة كما نوها سموه بالدور الذي يقوم به الاتحاد الملكي في مملكة البحرين مما يرفض ما حققته المملكة من سمعة طيبة في رياضة الفروسية إقليميا ودوليا عبر تنظيم الفعاليات والمشاركة في المنافسات في مختلف المحافل المرموقة مما يعكس المستوى المتميز لكفاءة وقدرات فرسان البحرين مما يضاف إلى سجل البحرين باعتبارها من الدول التي تملك أفضل المرابط للخيل العربية الأصيلة والمسجلة في منظمة الواهو والتي تشتهر بنقاوة سلالاتها وقوة تحملها لسباقات الفروسية من جانبه عرب رئيس الاتحاد الدولي للفروسية عن الشكر والتقدير على ما لقيه من حفاوة وترحيب خلال زيارته للبحرين مشيدا بجهود مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى واهتمامها بتطوير ودعم رياضة الفروسية مما أثمر عن تفوق فرسان البحرين وتحقيقهم للعديد من البطولات الإقليمية والدولية